ودي بقى اللي دايما اقولها للبنات الصغيرة بس مش لمدام بص عشان ابقى بس كلامي واضح دايما اقول البنت الصغيرة ايه لو هي لسه صغيرة والحياة لسه قدامها وهي بتقدر تشتغل وتقدر تعمل البني آدم اللي يهون عليه جرحك وزعلك وإهنتك صعب جدا ان يكون بيحبك صعب صعب فلو انت قعد معاه عشان حب اعرف ان الحب غير متبادل فلما انا بقى اعود مع حد عشان انا بحبه ومثير ويعقل ومثير ويعرف امتي ما بتحصلش لان هنت عليه ده للبنات الصغيرين للكباء لوحدة زي المدام بسمة هي خلاص في وقت مرحلة في حياتها عايزة تهدأ عايزة تستقر عايزة تشعر بالامان لما تتسحب السجادة من تحت رجلية مرة واحدة يسألي شعور موجع عشان كده بقولك انا معايع جدا انا حاسة باللي هي بتقوله شعور موجع عايزة تضغط حسن ما شوف ضغطك انت انت بتبقى تضغط عليه ايه طب انا عايزة يسأل على حاجة بقى اهله لما باجي تجاوز مين الطرف الاقوى هو ولا اهله يعني ده معناه ان الاهل نفسهم مش على قدرة مادية عالية فواضح جدا من طريقة الكلام ومن رد الفعل ان جزها بيساعد عيلته بس دي مش مهمة لا مهم لان ما يزعلهمش هم ما يزعلوش ما يزعلوش انا ما سكهم من ايدهم اللي بتبقى بالزبط لان هو مصدر الرزق انا رأيي كده لان انت لو تاخد السيق الحديث تعرفي ان ما فيش بس في العادي لو انا كسبت جبهة اهله وما كسبتوش هو مين الاهم يدي من واحدة يتقولك مش مهم بس مامته لو هو اعمل حاجة هتقفلي انا لازم اهله يبقوا دايما في جيبي لا معليش انا اديني بقى مرة مرة في سيناريو في القصص دي لا راجل حط حاجة في دماغه ما عملهاش وما عملهاش او اهله هم اللي منعوا من امتى الكلام ده يعني احنا نحكي على نفسنا طبعا والبقى في حالة جوز مدام باس ما ده اللي بقى مقتدر ده اللي بقى بيصرف ده اللي بقى موجود حتى الست اللي هي مرات اخوه مرات اخوه كانت متجوزة اخوه بيت مفتوح فيه امان فيه فلوس دخلة اسبع فجأة عايزة نفس العيش طب مدال هو انت فاكرة انها تكون بتحبه يعني ده طبعا مش حب اه طبعا ترجمة نانسي قنقر